شوفوا حجم المسلمين اللي قدمتهم في كل أعمالي هتلاقي أنا تقريباً ما أخدتش ممثل زي ما هو وقدمته زي ما تقدم قبل كده يعني أنا أخدت بيومي من كوميديان بيهذر وبيضحك الناس لممثل ترجدي يعني بيعمل ترجدي ويبكي الناس وبيقول منروجات أكنو محمود الميلي لما أخدت عمر عبد الجريد من أفلام اسكندرية كمان وكمان وكان بيقول ترجدي أنا أخدته خليته كوميدياني يعني أنا عمري ما أخدت ممثل زي ما هو كده بيعمل دول الرومانسي هخليه دول الرومانسي أنا بشوف في جانب آخر في الممثل يمكن اكتشافه ولا لأ أو ده شلمش بالنسبة لي ده تحدي بالنسبة لي فده اللي أنا اشتغلت عليه مع بيومي ببعتقد أنه أنا نجحت آآ في تقديمه وهو نفسه مبسوط والناس مبسوطة جداً دي وحب ما فيهم الناس اللي الحمده هموقف بين موقفه الأخير آآ بتقول لا بعيد عن موقف ما مدده وهو عامل دور عمره آآ 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 سيداً الحمد لله الحمد لله الحمد لله انا عامل الفيلم قبل الموقف ده انا عامل الفيلم قبل الموقف ده الى حد ما موجود ده يعني لكن مش كبير يعني حاسس ان العمل هيفرد نفسه وتمثيل الراجل هيفرد نفسه وهيغطي على اي حاجة وقتية اتخذت موقف من ده اشتركوا في القناة